هنا في حي الشجاعية تعيش العائلات الفلسطينية التي تضررت بيوتها بشكل كبير من العدوان الأخير على قطاع غزة 52 يوما من الحرب ضمار فيها العدو حوالي 10 ألاف وحدة سكنية بشكل كامل وقرابة 8 ألاف وحدة أخرى بشكل جزئي لتصبح غير قابلة للسكن عائلة النجار هي واحدة من العائلات التي قررت التمسك بأرضها والبقاء في منزلها المدمر وهي تتوقع أن تعيش فيه لسنوات في ظل عدم وجود أفق سياسي للبدء في عادة أعمار قطاع غزة المدمر جينا لقينا يعني إشي ما بتخيلهش العقل يعني من ناحية الضمار وهدم البيوت والضمار الشاسع اللي كان في المنطقة رغم أنه كان فيه شهداء ولقناهم تحت الأنقاذ يعني طلعناهم تحت الأنقاذ يعني أنا واحد من الناس يعني بيت متضرر شوية يعني فينا بيوت يعني راحت بالمرة في الناحية الأخرى من الحي نجد عائلات نصبت خياما في العراء لتبقى بجوار منازلها التي ضمرت كليا غياب الآليات الواضحة لإعادة الأعمار في غزة قد تزيد من انتظار الفلسطينيين خاصة وأنها لم ترتقي حتى الآن إلى إجراءات حقيقية وفاعلة على الأرض الوضع حتى الآن مأساوي في غزة هذا الدمار لم يسبق له أن أحدث في التاريخ الحديث عملية الإعمار إذا تواصل إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة بنفس الاشتراطات وبنفس القيود هذا يعني أن هذه العملية قد تأخذ عشر سنوات العائلات في قطاع غزة أصبحت إذن مشردة وبدون مأوى تنتظر بفارغ الصبر غروب شمس الأحتلال لتبدأ حياة جديدة في فلسطين حرة مستقلة